لم تسلم قرى وبلدات محافظة نابلس الجنوبية من اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه بل لها النصيب الأكبر من هذه الاعتداءات حيث يتم الاعتداء عليها بشكل يومي وبطريقة همجية اعتداءات المستوطني متكررة ويوميا ولحظة لحظيا بصدقا ليس يوميا فقط كل ثاني كل دقيقة في اعتداء على أراضي قريوت على المواطنين في قريوت يعني يأتي جنود الاحتلال ويعززوا ويدعموا اعتداءات المستوطنين بدل من أن يقفوا حائلا بين المستوطنين والمواطنين في الكرة المستهدفة للأسف يعني يصبح المواطن هو اللي في مهب الريح يعني مقابل اعتداءات المستوطنين وكذلك الأمر جيش الاحتلال للأسف واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة قرى وبلدات بالمحافظة أسفرت عنها عدة إصابات بالرصاص المطاطي وقنابل الغاذ وذلك بعد تصديهم للمستوطنين الذين حاولوا الاعتداء على منازل المواطنين كما قام المستوطنون بتقطيع شبكة الكهرباء الواصلة بين بلدتي قصرى وجالود وذلك بحماية من جيش الاحتلال المستوطنون ماضون في اعتداءاتهم اليومية بشكل وحشي وهمجي ويأتي ذلك كله تحت حماية وحراسها من جيش الاحتلال الصهيوني الذي يساند المستوطنين في تنفيذ اعتداءاتهم على منازل المواطنين ويطلق الرصاص وأيضا كان هناك عدة إصابات في صفوف المواطنين برصاص المعدن خلال محاولتهم حماية منازلهم وممتلكاتهم من اعتداء المستوطنين تسببت بحالات نفسية لدى الأطفال الذين يشاهدون المستوطنين اثناء اعتدائهم على منازل مرشكونها بالحجارة وبزاججات المنتوف وبالتالي هذه الاعتداءات هي مسلسل إجرامي تقف خلف حكومة الاحتلال الصهيونية الارهابية التي تحاول بصل السيطرة على ما تبقى من أراضي الضفة الغربية بحجة أنها مناطق تخطع لسيطرة الاحتلال الصهيوني إضافة إلى قرى وبلدات الجنوب فالمنطقة الشمالية والشمالية الغربية لم تسلم من اعتداءات قطعان المستوطنين خاصة لوجود مناطق أثرية هناك فالمستوطنون يأتون من كل مكان إلى هذه المناطق الأثرية وبالأخص في فترة الأعياد اليهودية في محاولة منهم لتهويد الأرض وسرقتها اعتداءات المستوطنين لا زالت مستمرة على قرى وبلدات محافظة نابلس وتقابل هذه الأعمال بصمود وتمسك من الفلسطينيين بأرضهم ديالة عسعوس تلفزيون فلسطين من بلدة قصرى جنوب نابلس